فيه فرقة كمان في الدوري بحس عليها دايماً علامة استفان من سبب مصادة الدوري الممتازة وهي البنك الآلي بنك الآلي من أكتر الأندل بيعمل صفقات وصفقات مهمة وبيجيب أسماء كبيرة على مستوى المدربين وعلى مستوى الاستقرار الإداري مفيش بعد كده على مستوى الاستقرار المالي مفيش بعد كده ودايماً نتائج البنك الآلي منذ سعوده للدوري الممتاز مخيبة جداً للأمال السر يعني أنا شايف الإدارة برضو كموفرة كل حاجة البنك الآلي البنك الآلي مفيش أي مشكلة زي ما نتكلم عن نادي المصري نتكلم عن البنك الآلي البنك الآلي برضو توفر له أكتر لعيبة بسكواد مميز جداً يمكن من أول حراسة المرمى لغاية المهاجمين لو تيجي تبص لكل الفرقة لأ عندهم سكواد هايل ولكن عايز أقول برضو يعني بابا فاسيليو بداية الموسم يعني كان عليها على ما تستفهم كبيرة هم دارب هايل بس القصة أن أنت برضو كنت مصر على طريقة معينة مش قادرة تغيرها أيوة فهي دي نقطة اللي دايماً بيبقى فيها مشاكل كبيرة جداً أنت بتبدأ الدوري وأنت مش موفق ومصر على طريقة لعبك دي مشكلة كبيرة جداً للمدربين أنا سألت في إدارة البنك الأهلي قالولي أنه كان عنيد جداً في الأسماء اللي بيطلب أنها ترحل الأسماء اللي بيطلب أنها تنضم عنيد جداً ما بيسمعش خالص وبيسمع دايماً لرأيه وهم كانوا بيقولوا أنهم عايزين يوفروا له كل حاجة اللي هو عايزة بس بيبقى هما نفسهم ما كانوش مقتنعين يعني لا ما هو أنت كإدارة البنك الأهلي يوفر كل حاجة خلي بالك يعني ممكن من أفضل الإدارات الموجودة على مستوى مصر كلها صح ولكن أنت النهار ده برضو الإدارة الكروية مهمة جداً في الكورة وإدارة الكورة دي مهمة جداً بتفتح بابة كبتة أسامة طبع قصة أن أنت لازم يبقى عندك برضو مرجعية كروية إدارة كروية جوة الإدارة نفسها اللي هو أنت لو في أي مشكلة تقدر ترجع أن العيب كورة يبقى فاهم يقدر يوصل الفكر بتاعه أو خلي بالك يا غايب عن الإدارات بالنسبة لأنديت مصر كلها ولكن مهم جداً لجنة كورة معينة بأسماء كبيرة تبقى موجودة على أقل خالص لما أنا كمدير فني قادر أتناقش معاك هعرف أتكلم معاك في إيه لكن النهار ده ما تزعلش مني كل الإدارات اللي موجودة ممكن تكون يعني مش عايزة أقول هي بعيدة شوية ولكن هو يعني بالنسبة للفنيات بتبقى الأمور لما تدخل في ديتيلز صغيرة مع المدير الفني بيبان الفرق الكبير اللي أنت مش هتقدر تتناقش معه فيه فأنت مش هتقدر تستوعب ده فمهم جداً وجود أسماء يعني كورة كبيرة تبقى موجودة لها خبرات تقدر تنقل وجهة نظر الإدارة ويبقى فيه تناقش ما بين مدير فني مع إدارة الكورة مع الإدارة العامة ده هينجح المنظومة صحيح النهار ده أنا كراجل إداري مليش في أي حاجة أنا يعني لو رئيس نادي في أي نادي جماير عندي فلوس بس وعايز أدير مهو أنت بتيجي بس بتيجي بفكر مختلف مهو أنت المدير الفني بيبقى فاهم نقاط الضعف اللي يدخلك منها اللي يقنعك بيها وانت أصلاً مش فاهم الشغلان صحيح فمهم جداً الناس اللي بتيجي من برة هي بتعمل اسم كبير جداً في الكورة المصرية ولكن مهم التريس في استقدام لجنة كورة معاك تبقى أنت بتتسند عليها بتاخد قراراتها منك ويبقى فيه نقاش ما بينها وبين المدير الفني مش اللي هو يشتغل بمزاجه في كل حاجة بالزبط اه يعني مش اللي هو انت باخدش النادي أصلاً ده ليه مستقبل فانت 18 كمان تتحكم في المستقبل وانت ممكن بتبقىش مهم وانت مش فاهم فيه عمر الفاتح موضوع مهم جداً اه 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 خطير جداً في الكورة المصرية اه لازم الناس تخبر بالها منه بشكل كبير جداً المشكلة يا كريم ان الاندية أو إدارات الاندية بتسلم مفتاح النادي للمدير الفني اللي جاي مم بس تحديل لما يبقى اجنبش ومصر 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 اه بتسلم مفتاح النادي للمدير الفني اللي جاي انا عايز واحد واثنين وثلاثة فبناء على رجبات المدير الفني بجيبه واحد واثنين وثلاثة النتائج ما تبقاش افضل حاجة فيقمشي المدير الفني ويجي مدير الفني تاني يقولك اللعيبة دي مش افضل حاجة أنا عايز يمشي واحد من ثلاثة أنا عايز يمشي اللهم ما جابوهم عايز هو المدير الفني اللي جي جديد عايز يمشيه صح لأنه هو ما تنسبهوش أو ما تنسبش طريقة لعبه صحيح بيبتدي يجيب فرقة تانية في يناير في الانتقاطات صحيح يفضل يكمل من يناير لبداية الموسم الجديد لو يكمل بالنتاج الكويسة أو مشي مع الفرقة بيكمل بيها لحد ما يجي بداية الموسم يجيب مجموعة تانية من اللاعبين ويبضل النادي في حالة عدم استقرار لا وانت كمان معلش أنا عايزة في المعاطع كابتن أسامة انت كمان بتتكلم في حالة فنية يعني مدرب يختار لعيبة جي مدرب بعض وما كانش مقتنع بيهم أو ما تنسبش طريقة له ده فيه بقى الأسوأ اللي هو في بعض المدربين كل من المدربين ممكن يروح يجيب لعيبة بس عشان مثلا هم مع نفس الوكيل ممكن اللعيبة دي ما تفتش اه العيبة دي ما تفتش الفرقة بس يعني تفيده هو شخصيا فتخش في مشكلة تانية كبيرة قوي ففاكرة ان النادي يسلم كل حاجة للمدرب دي ده لازم يبقى فيها متاع خطيرة جدا لازم نقف عندها ولازم إدارات الأندية تقف عندها لازم زي ما عمر قال ولمس في نقطة مهمة جدا لازم تكون في لجنة كورة من المتخصصين في كورة في انتقاء اللعيبة وفي اختيارات اللعيبة ان اللعيبة دي تبقى بتاعة النادي مش بتاعة المدير الفني انت جاي على مجموعة اللعيبة اللي موجودة دي لان كل لما بتعمل استقرار في قط اللبس ومع التيم بتاعك بتاخد نتائج أفضل بكتير جدا من وكل شوية بتغير مجموعة اللعيبة فقبل ما اللعيبة تنساجم مع بعض بتاخد وقت كبير جدا في عمر الدوري فقبل الانسجام ده ما يتم واللعيبة تتعايش في قط اللبس مع بعضها بشكل كويس وبتدي يبقى فيهم بعض بلغة الكرة وفي الملعب بشكل كويس ده بيتضيع نقاط كبيرة جدا من الاندية اللي بتصرف واللي بتجيب صفقات كويسة في الدولة وبعدين المشكلة في المدرب هو دلوقتي مش في دماغه اي حاجة هو هاتلي لعيب جاهز أيوة يعني هاتلي لعيب جاهز وخلاص ما هو برضو من ناحية تانية لكن سياسة النادي دلوقتي انا بشوف ان فيه حتى لعيبة بتتظلم لعيبة صغيرة وناشئين يعني تعالى نضرب مثال فضل يعني عندك اثامة فيصل في الزمالك ده لعيب كويس محمد اشرف لعيب كويس قسطفى اشرف اثامة اشرف مصطفى مصطفى اشرف مصطفى اشرف الشيربادية البلادية مصطفى اشرف مصطفى اشرف ها ايه لعيبة صغيرة في السن المفروض اللي استصمار فيها ده يبقى رقم واحد للنادي اه حسامة اشرف عشان مصطفى اشرف ده بتعملش جرباخ انا السبليك في بعد عسام عشرف. اه عسام عشرف. اه عسام عشرف. اه. حسام عشرف. اه. حسام. حسام عشرف. اه. احنا قلنا ثلاثة اسماء. خلاص معلاش عسام. معلاش عسام. معلاش ان هو في كتير لعيبة في مصر اسماء حاجة عشرف. اه. فعايز اقول لك ان. اه كتير اوي. يعني امثلة قدامنا الاستثمار فيها يوديك في حتة جاملة جدا. صح. النهاردة مصطفى محمد لما طلع من نادي الزمالي. مش راح اعارات لطنطا. ايوة. ورجع تاني. اه. لما رجع عمل ازاي. بدأ ياخد الخطوات بتاعته التدرجية. ما هي دي كصة تاني بقى كابتن وعمل انت عندك مشكلة تانية. ايجي يقول لك ايه. احنا لعيبة عندنا ما بتطلعش دي صغيرة لأوروبا. تمام. ما هم اللي في اوروبا دول هشوفوهم ازاي. وهم بلعبوش مع الفرقة بتاعتهم. ما هو انت النهاردة بتسلم مفتاح النادي لمدير فني. ممكن زي ما كابتن قسامة قال لك كده. ممكن بكرة يسيبك وامشي. ايوة كابتن. فين الاستراتيجية بتاعت النادي. طب هنقشك بس في النقطة دي. انا الوقت جيت مدرب سين. تمام? انا كريمة وراي حضرة بالفرقة الفردية. وقلت انا اعتمد على مجموعة من الشباب. مجموعة من الشباب دي محتاجة ايه? محتاجة صبر. يعني ممكن النتاج متبقاش في الاول احسن حاجة. فانا عايز الادارة تزبر معايا. فتيجي الادارة تمشيني قبل حتى ما اخد نتاج اللي انا تعبت فيه دوات وعملته. وانا بقى يعني. هل راح بيقص المصلحة. الناشئ ده ما بيطلعش هو ما بيجيبش مسلا العشر لعيبة ناجين. لما انت انت كل فترة بيجيلك ناشئ او اتنين في وسط اللعيبة الخبرات اللي عندك. انا يعني بتفاجئ ان اغلبية الاندية كلها بتمشي كل اللعيبة صغيرة كويسة بالنسبة لها. وخلاص. يا يا جماعة ده الاستثمار في العيب ده. انت اللعيب اللي هتجيبه جاهز ده اللي هو بتدفع فيه ملايين. ده خلاص. ده يعني. ده بيلف بياخد فلوس. من الاخر. لكن اللعيب الصغير ده هو ده اللي هتصبر عليه عشان يقدر يجيب لك الفلوس.